شكله عامل زي ساعة شكله عامل زي ساعة بس مش زي الساعات بس مش زي الساعات كل أسبوع ليكو عندو رحلة مليانة حكايات أنا قيمة جي ساعة لو كبي اسم ساعات عندي أسئلة ومشاكل مش لإلها إجابات رحلتي وسط الكواكب نفسي أعرف الحكاية من سماعها من عملها من خلقها من البداية رحلتي وسط الكواكب نفسي أعرف في الحكاية من سماعها من عملها من خلقها من البداية واو هيدا كوكب كله حكايات بس مش أي حكايات يلا بينا يلا بينا يلا بينا الحكاية يلا بينا يلا بينا يلا بينا الحكاية يلا بينا وها فين يا طايمة وها تاوب يلمع كده ومدوروا مربع وطوير ورفاع وثار ودخين رفاع وثار وثار ودخين كل ده يا طايمة وربعت ما لدوش يا حرام ده وقع من المرأة اللي فاتت وانت مالكتوس وانت تعبان جدا من ساعة ما ضيعتهم يا حرام يا طايمة جدا 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 أنا مقدرة يا رب يكونوا لقوها أحكي لنا سبع أحكي لك بقى هحكي لك النهاردة تالت حكايات يا طايمة أنا هنهيش تالت حكايات يعني أيوة بالزبط كده أه أول حكاية بتاعتنا طايمة عن واحد راعي جميل أو الثاني واحد الثاني واحدة يا ميس إيه اللي مازك خروف في إيده ده ده إحنا لسه هو ده إنتكيب اللعب بتاعتك هنا؟ إيه طايمة ما زعاش في الولد إيه طايمة شت كان فيه واحد راعي يا طايمة ده راعي ده راعي ده مسولد ده عنده؟ أنت كان عندك كم خروف؟ آه ده بمس تعال كده علشان طايمة نشوفك مريني والخروف ده أنت بتحبه قوي؟ آه أكتر خروف بتحبه؟ آه طيب أنت هتعمل إيه بالخرفان بتاعتك دلوقتي؟ هترعاهم هترعاهم؟ طيب روح يلا رعاهم اتفضل هروح أكلهم بالراحة بالراحة أنت شايله كده ده يتوجع أيوا كده أيوا كده أكلهم وتعالى بقى آه أخدتوا بالكوا عنده كم خروف؟ مية كم خروف؟ مية عنده مية خروف يا طايمة كل يوم ده عنده خروفات كتيرة خروفات كتيرة جداً كل يوم كان بيروح يأكلهم ويرجع الحمدلله على السلام أنت رجعت إمتى؟ رجعت من شوية أوكي طيب إيه؟ إيه ده؟ من الخرفان بتاعتك؟ طيب أنا هعدك أم واحد دلوقتي هتعد الخرفان؟ آه طيب تعالك كده برضو علشان نشوفك كونتا بتعدهم بس واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تسين تسعة وتسعين؟ تسعة وتسعين؟ إزاي؟ أنت مش عندك مية خروف؟ آه ضع مني واحد وبعدين هتعمل إيه؟ هروح أدور عليك لقيت الخروف بتاعي؟ 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 لا لقيت الخروف بتاعي؟ لا لقيت الخروف بتاعي؟ لقيت الخروف بتاعي؟ خروف بتاعك شكرا مبروك قعد بقى انت والخروف بتاعك معنا لأ قعد هنا قعد هنا معنا ده فزيع ده الرأي ده حلوة قوي يا طايمو رغم أن عنده 100 خروف بس ما فيش واحد وقال عادي يعني عندي 99 ما يهمش لأ طبعا هو رح وتعب علشان يدور على الخروف بتاعه القصة التانية بقى يا طايمو بس كانت واحدة 6 استراحة كان عندها 10 دراهم والدراهم تانية داي يعني ايه دراهم مانا لسه أقول يا دايبو مدخل الناس أعيط مانا مش مفهمة الدراهم دي فلوس فلوس يا طايم اه انت عارفة في بلاد عربية عندهم الفلوس اسمها درهم ايوا برافو كده الامارات كده عندها الفلوس بتاعيتها اسمها درهم ما هي زي الكوين كده عارف الفلوس المعدن دي هيا دي انت معاكي كم درهم يا ست معايا 10 درهم عديهم كده قدامنا عشان نشوف واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر دراهم دول كتير قوي دول كتير قوي بتحبيهم قوي؟ بموت فيهم ما قدرش استغني عن واحد فيهم ما تقدرش استغني عن واحد فيهم هتشليهم فين علشان تحافظي عليهم خبيهم هنا خبيهم هنا طيب كل يوم ما يجيش حد من العيال بقى توقيت تلعب جنب الدراهم لا 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 دي مخبيهم في مكان سر خالص في عيال بقى أشقية توقيت تعمل حاجات عيال أشقية انت واخد بلك انت زي انا ما ضرعت التلت بتاعي يلا يلا ماشي كل يوم كانت تروح تتأكد ان الدراهم بدي موجودة وراحت في يوم من الأيام علشان تتأكد اتأكد ان العشر دراهم بتاعك موجودين هتأكد دلوقتي ممكن تعديهم معي حتي في ايدي انا واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة تسعة؟ انت عديتي كويس؟ اوه يا نهار هتعملي ايه؟ ا wiping مش عارفا دفي وقت ضايع هو احد ضايع واحد ضايع تب انتي عندك تسعة مش مهم? لا ده المهمين اويا عندي تب هتعملي ايه؟ هروحة ادور عليهم لقيت الدرهم بتاعي؟ لا تب انت لاقيت الدرهم بتاعي؟ لا تب انت لقيت الدرهم بتاعي؟ تب انت لقيت الدرهم بتاعي؟ لا تعالى دوري تاني دوري في بيتك كويس يمكن انت pouvait اصد، فứngكنس و اصد thrill негоك لادم لادم بالمعشة كده هنا طيب طيب ممكن يكون هنا أهو لقيته لقيت الدرهم بتاعها حلوة قوي أنت مبسوطة طيب أنت كان معاكي تسع دراهم يعني كان واحد مش مشكلة يضيع لا ده المهمين قوي حتى اللي عندها عشر دراهم يا طايمو كان واحد بس مهم عندها آخر قصة بقى يا طايمو كانت جميلة قوي وأنا بحبها جدا جدا كان فيه راجل كده عجوز شوية وعنده ولدين الولدين دول ولد كبير وولد صغير وفي يوم جي الولد الصغير وعشان يقول للبابا كلام أنا زهقت من البيت ده أنا عايزة أمشي ليه يا ابني كده إحنا عملنا لك إيه إحنا عايزينك تلاحظ معنا لا أنا عايزة أمشي آه تربس خلاص ليه ليه طب كده ليه آه تحبها طيب آه آه تحبها طيب آه لا أنا عايزة فلوس ابنه حبيبه حتى لو ابنه كان عمل حاجة غلط وخد الفلوس وخرج هو برضو مستنيه ابنه هناك خلص كل الفلوس مع ناس أشرار قوي وبعد ما خلص كل الفلوس وأصحابه الأشرار سابوه وخلاص مش عايزين يساعدوه قرر إنه نفسه يرجع البيت تاني بس يا رب هو بابا هيقبلني ولا هيطنشتني بس صراحة بقى أنا لو كان بابا ده أقول له عمشت لعبرنا بس صراحة؟ بس صراحة؟ وفي باباهات كتير بيعملوا كده طايمو بس البابا ده كان مختلف خالص بس هو من ساعة ما قرر إنه يرجع فكر إنه يرجع بابا هيقبلني ولا مش هيقبلني ده أنا الملهبط خالص ورحتي بقت مقرفة جدا وهدومي تبهدلت لا ترى بابا هيخليني ابني ولا هيطردني برا البيت راجع مكسوف خالص جدا بس أول ما بابا شايفه بابا خده في حضنه وقعد يبص فيه ويقول له حبيبي ابني أخيرا رجعت حبيبي ابني وخده وأعاده معاه في البيت ولبسه هدوم جميلة مختلفة خالص عن الهدوم القديمة وأكله ونظفه وعمل كل حاجة حلوة فيه تعرف يا طايمو؟ لو كنت أنت واحد من اتنين يعني زي البابا ده أو لو واحد من عشرة زي الدراهم دي أو الفلوس أو واحد من مية أنت مهمة قوي أنت غالي قوي رب يسوع بيحبك قوي نتا اللي تيجي تحفظينا الآية دي جميلة تعالي امسكي لنا الآية طايمو كده عارف يا طايمو الآية دي عبارة عن قلب الرب يسوع أنت شايفها؟ ولا مشغول يا طايمو؟ لا مش مشغول بس مش شايف ما إحنا ناتا لازغنانة أصلها شوية بس كده؟ أهي دي قلب الرب يسوع ولما بنفتح قلب الرب يسوع نلاقي كلنا موجودين جوه قلبه بيقول كده السرطة عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك كلام صعب شوية أنا مش فاهم يعني إيه السرطة في عيني مخرما مخرما إيه طايمو بس مكرما يعني أنت غالي قوي بحبك قوي أكيني بكرمك يعني أيوة برافو عليك كده آآمان أوكي؟ يلا نقول الآية مع بعض يلا كل الناس الجميلة اللي معينا السرطة السرطة عزيزا عزيزا في عيني في عيني يا راعي راعي ممكن تبص معينا في قلب الرب يسوع هنا مكرما مكرما وأنا قد أحببتك وأنا قد أحببتك برافو إشعية تلاتة واربعين أربعة إشعية تلاتة واربعين أربعة يعني راب يسوع بيقول لكل حد فينا أنا إيه؟ بحبك قوي أنا إيه؟ بحبك قوي وإحنا كمان بنحبك قوي يا طايمو وأنا بحبك قوي 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 وبفسوط قوي بالولاد الحلوين اللي مسلوا الخرفات والحاجات الكميلة ذي كلها يلا هم شاطرين فعلا تحب تسقف لهم أو تصفر لهم؟ آآآ سقف لهم يلا باي طايمو باي باي أصحابي باي باي retrace يا نتا ليه هاه بيعمل إيه؟ أنا بشوف مين الأطفال اللي جووا من النهاردة بس بشوفهم بالتليسكوب هااااااا إحنا مع anchor أقل لك أتليسكوب أيفوي من الحلوين إزايكم؟ باي وحاسين خالص مالس؟ آآ خالص مالس باطاتيس؟ بطاتيس ماشي إزاك يا كوكي إزاك يا بازوز كل مرة بميتها شاك لجننتينا شفت إزاك يا تايمو إزاك عم زهرود زهلول بيقول عليك أسمعك بالضحك كوي إزاك رود ولا زهلول أنا عارفه بيقول إيه إنت أقصح بقى يا تايمو إزاك يا تايمو أحسني أوي حبيبي إزاك حبيبي أنا عجبني أوي تايمو كل مرة يجي عشان يحضر ويسمع حكايات من الكتاب مقدس والساطر فيه قوي إنه بيفتكر الحكايات نسمعها بيركز جدا لا بيفتكر كل حاجة كل حاجة إزاك يا كوكي إيه بقى أنت لابسها دا دا جديدة قلت واريها لك دا إيه دا نمر دا ولا إيه دا نمر ولا أسد سداني أنت كثير قوي بس شكله نمر دا نمر بتهالي ماشي ماشي هتحكي لنا معلومة عن إيه بقى النهات دا حكي لك معلومة عن حاجة أنت قريب منها قوي قريب منها فين؟ أنت أنا؟ مش أنا ها قول لنا بقى أنا شطرة قوي وعرف عنه معلومات بتاع دا اسمه تيليسكوب بتاع دا بيكبر الحاجات البعيدة خلينا نشوف طريقة واضحة جدا عارفين مين أول واحد عمله؟ زمان خالص كان فيه راجل اسمه هانس اسم إيه؟ اسمه هانس هانس يسا أول واحد عمل الاختراع الغريب دا عشان ما كانش بيشوف الحاجات البعيدة وكده فكان التليسكوب دا بيكبر له الحاجة بعدها بسنة جعلهم مشهور قوي اسمه ايهو كان قاصد يعملوا تليسكوب اللي هكتلع معاه كده هو في الأول طلع معاه كده بس بعد كده بعدها بسنة واحدة جيجا ليليو علم كبير قوي برضو كان قاصد بقى يطوروا الاختراع دا لحد ما بقى بالمنظر اللي انت شايفه بيدوروا بيه في الفلك وفي حاجاته يشوفوا النجوم في السامة عارفين بيدوروا في الفلك يعني بيعملوا ايه؟ شوفوا النجوم اللي في السامة كده يشوفوا الأمر والنجوم بس هما مقاسات دا استغلتك شوف دا بس بالطول شوفت بيه ان الشمس بتاعك اسنوعها على الأمر اوه شطر جدا بسوا دا استغلتك شوية فيه بيبقى كبير بيبقى كبير عاوي منه انتو عارفين ايه؟ احنا هنلعب لعبة كميلة قوي ايه دا ايه ونلعب ايه بحب اللعب قوي بس اللعبة دي دا جهاز بيعرفوا بيه لو في ايه حديد في الأرض ولا حاجة فمسلا تعالوا ايه؟ نجرب على ايه؟ الجهاز دا بيالقط المصصات؟ لا ما دي مش هتعمل صوت عشان مفوش حاجة حديد انت عندك في حديد هنا؟ بسوا ايه ما دي ازاي؟ اوه لما يجلق الحديد يزمر سمعت الزمورة سمعت الزمورة سمعت الزمورة هنعليها على الأخل على صوت تاني تاني ايه دا؟ يعمل الزمورة دي دو فظيح؟ تعالوا مين أول واحد يلعب؟ تعال انت عشان نستلاح من الهدوق بتاعك يلا بسوا هنا فيه سوكولاتة في الأرض اللي هتعرف مكانها فين؟ بس امشي كده ودور يلا دور اما تلاقي شوكولاتة ايه يا دي يلا انزل هت داخلي ده بتاعتاه هتعم يلا خشي تاعتاه هتعم يلا خشي تاعتاه هتعم وارجع افريدو تاني تعال انا افريدو ساعدني افريدو ساعدني افريدو اه يلا ساعدني لا افريدو افريد 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 تعال يا انت يلا افريدي معنا تعال بس خلاص 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 اعد دا بسرعة 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 لفليفي كده لفليفي لحد ما تلاقي آه يا بيزمر بيزمر هي هتش هاته بعد ما انخلص خليكوا كلكوا تلعبوا شطر وكل واحد هياخد من دي اه يا حبيبي بعدها تعمل انت مين فاكر الحكاية اللي حكيتها لنا ميس نانسي النهاردة هديك يا حبيبي كله هياخذ مين فاكر حكاية تحت ميس نانسي اللي حكيتها النهاردة كانت تلات حاجات ضايعة استان كالافون استان كالافون لا استان كل واحد يقول واحدة كان في كان في ولد مشي من بابا لا مشي الحكاية ولد من كم واحد كان عند الراجل اتنين اتنين طب اي حاجة تانية حاجة يقول حكاية تانية اديها الامورة الحلوة دي كان فيه ست ما لقيتش الجنيه بتاعها كان ضايا من الكم كان عندها عشرة واحد ضاع والباقي كان عندها طب والراجل التاني بتاع الخروف اديه سمش كان عنده مية خروف ودعم انه خروف واحد واحد بس من المية يعني فيه راجل كان عنده اتنين ضاع منه واحد والستة كان عندها عشرة ضايا منها واحد من العشرة والراجل بتاع الخروفات كان عنده مية ضاع واحد انتوا عارفينين يbit ربنا بيقول لنا ايه مفيش حد مش مهم عندي فكي قد كنان سيقالت لنا ايه كلنا مهمين كنت واحد بس كنت صغنم كنت خاروف يعني الراجل كان ممكن يقول بتاع الخروفات ده يقول كان عنده كتير تاعي عنده 9 أو 90 بحالو خروف شائي أي mots وهو اللي ماشي يعني خروف ماشي خلاص أسيبه أسيبه لا أدور خروف قاعد يدور عليه وما رجع قاعد يتنطط وفرحان بيه قوي لأنه هو غالي عليه قوي والستر كت أنت كنت تمثلي الستر عندها الدرهم أنت أه وعملتي إما داعة الدرهم قلت يلا مش مسكرة عندي تاني أه مسك الميكروفون عملتي إيه فضلت أدور عليه كتير فضلت يدوري عليه كتير تعالوا نكتب بقى حاجة حلوة قوي كل واحد يكتب لبابا حبيبي يقول له إيه يا بابا حبيبي أنت كنت إيه؟ تفضل ده أنا دخت عترسي الدعم هنا لحد ما لا إيه الحمد لله زي إيه الدرهم والخروف والإبن الضال تفضل كل واحد فينا هيكتب إيه يا رب أنا بشكرك عشان أنا غالي عليك أنا كنت صغير أنا غالي عليك لازم نتعلم نشكر ربنا أما ماما بتعمليني حاجة وليلا شكرا وليلا إيه ده اللي أكل سخر مش بحب الملوخية ساعاته سعب بصراحة لا لازم نشكر ماما بعد كده هنشكر ماما نشكر جمال ربنا نشكر كل واحد بيعمليني حاجة في أكتر واحد بيعملنا حاجات مين؟ بابا حبيبي يلا مين بقى لسه مستدش سوكولاتة؟ يلا مين مستدش تعال تعالوا تابور معايا تعال تعال awesome تعالوا تابور معايا تعالوا تابور تابور يلا تعالا خش يلا عمشي كده وشوفا متلاقي لحي لا ياهه زمرت هااء زمرت يلا مين مستاد تعالت من طبي اللي painting اشوفت فيه عنده هشتة الوران ومطوصة بها وطردها في بها موسيقى مش رح اقول اني صغير وهبطل اكون جبان والناس حوليها تتغير بالنعمة وبالإيمان مش رح اقول اني صغير وهبطل اكون جبان والناس حوليها تتغير بالنعمة وبالإيمان هاركد اي كلام من الناس حتى نقلو مش نافع هتشجع وانا مليان حماس وเปكون دي صوتك سامع هرفض أي كلام من الناس حتى نقر بنشك ا thing شكع وانا مريل حماس بقول لتو تكتامة مش هقول اني صغير وهبطل اكون جبا والناس حوالي هتتغير بالنعمة وبالإيمان مش هقول اني صغير وهبطل اكون جبا والناس حوالي هتتغير بالنعمة وبالإيمان موسيقى هجعل كتابك دايماً بسلاحي والمسطور بكلامك بسطور بغيار الأمور موسيقى هجعل كتابك دايماً بسلاحي والمسطور بكلامك لسلطان بغيار الأمور مش رح اقول اني تغير وهبطل اكون جمال والناس حوالي هتتغير بالنعمة وبالإيمان مش رح اقول اني تغير وهبطل تكون جمال والناس حوالي هتتغير بالنعمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة